فتح الباب لنا يا ابن الزينة افتح الباب لنا إن في بيتك حلما خائنا بعد هذا الخطاب السلطات التونسية تقرر تطبيق القانون على هذا المعلق الاعلامي بأحدى القنوات المحسوبة على حزب حركة النهضة النهضة والدائرون في فلكها حاولوا جعل القضية قضية رأي نعام الهيئة المشرفة على قطاع الاعلام تدخر على الخط وتطبق القانون بإقاف عمل القناة المخالفة وغيرها من القنوات على الطريقة ونقابة الصحفين تعلق نحن دائما هدفنا الأول هو مواطن شغل عدم يعني فقدان مواطن شغل بالنسبة للصحفين العاملين في كل المؤسسات العالمية لكن لابد أن تكون هذه المؤسسات العالمية لديها ترخيص قانون لابد أن تعمل في ذل القانون تقنيون مهنيون وخبراء قانونيون يفصلون بين غلق قناة الزيتون والإجراءات الرئاسية الاستثنائية فقرار إيقافها يعود إلى السنوات لكن النهضة وحلفاؤها حالوا دون ذلك اليوم وقع تطبيق القانون نتسأل لماذا وقع تطبيق القانون لأن قبل ما تطبق القانون لوجود حماية سياسية إخوانية لم يطبق القانون كانت ملزمة الهيكا لتطبيق اليوم القانون لرفع أي حرج بخصوص واحترام مبدأ سياس القانون الصحافة والتزام أو لا تكون ودور الصحفي نقدي بالأساس لكن احترام ذكاء الجمهور وتماسك الدولة والمجتمع يعد أحد هم وليات الصحف الحق بحسب متابعين بين الحق في حرية التعبير والصحافة وبث الفتنة وتهديد الأمن القومي للبلاد خط رفيع تضبطه الهيئات المنظمة لمهنة الصحافة وأخلاقياتها بلا مبروكة الغد تونس ترجمة نانسي قنقر